سلام سلام اخوتي كانت منى على انكم تكونوا على اخر او باخر. اذا انا كما تشوفوا معي هذه القناة اه جديدة ديالنا ان شاء الله اللي غنبداو نحطو فيها الفيديوهات من بعد اه المتحانات الوطنية والجهوية اه ديالكم. اخوتي اتنين وستين ما زال ما تابونيتوش ما زال ما دخلتوش للقناة. كانت منى اخوتي انكم دخلو تابونو في القناة هذا اه دعما منكم اه لنا. اه شكرا شكرا لكم من الناس اللي دخلت اابونات وصلتها لتنين وستين. اما الناس اللي ما زال ما تابونتش فكنقولوا اليوم اه تابونوا وفعلوا اه زر الجرس باش ان شاء الله اه نحطو يعني الفيديوهات اه توصلكم يعني انتم اه الولا. اذا اخوتي من خلال هاد الحلقة ان شاء الله. ومع يعني الباقي باقي الحلقات الاخرى اللي انزلت. اذا كتشوفوا معي انا غدي معكم بالترتيب. بدرت معكم احياء النموذج. بدرت معكم سؤال الدات. الان الان غدي نشوفوه تكسير البنية. غدي نشوفوه تكسير البنية. خلال العيني هاد الامتيحان هدا. هاد الامتيحان هدا تعطى اه اه امتيحان الوطني الموحد الباكالورية خلال الدورة دورة الاستدراكية ديال الفين وخمستاش. اذا هذا العنوان ديال هاد القصيدة هدية اغنية اغنية حب للكلمات. اذا انتم ممكن تشوفوا معي على ان هاد القصيدة هي عبارة عن اسطر شعرية. هيا سطر شعري ثم سطر شعري وسطر شعري الى غير ذلك. الاسطر شعرية. اذا كما كنت تعرفوا على ان هي النموذج فيه شطراني متناظرا. كتلقى السطر الاول والسطر اعفا الصدر والعجوز. يعني الشطر الاول ثم الشطر التاني. اما في تكسير البنية وفي تجديد. اللي ما زال ان شاء الله قد ندير عليها فيديو. كتشوفوا معي اه فهو يعني نظام السطر الشعري. اذا كتشوفوا معي هاد النظام السطر الشعرية. فهي متفاوتة في طول. لاحظوا معي هنا. هناك تلقى اه يعني ثلاثة ديالكلمات. هناك تلقى اكتر من ثلاثة ديالكلمات. طبعا اذا غادي نقرأ القصيدة باش ان شاء الله مباشرة نبطو اه لتحليل اه ديالها. اذا اغنية اغنية حب للكلمات. فيما نخشى الكلمات وهي احيانا اكف من غرود. باردات العطر. باردات العطر مرت عذبة فوق خدود. وهي احيان كؤوس من رحيق منعشي. رشفتها ذات صيف شفة من عطشي. فيما نخشى الكلمات. فيما نخشى الكلمات. ان منها ان منها كلمات هي اجراس خفية. اهراس خفية. رجعها يعلن عن اعمار المنفعلات. فترة نسحورة الفجر سخية. قطرت حسا وحبا وحياة. فلماذا نحن نخشى الكلمات؟ نحن لذنا بالسكون. وصمتنا. وصمتنا. عفا وصمتنا. لم نشأ ان تكشف السر الشفاء. وحسبنا ان في الالفاظ غولا لا نراه. قابعا تخبئه الاحرف عن سمع القرون. نحن كبلنا الحروف الضامئة. لم ندعها تفرش الليل لنا. مسنادا يقطر موسيقى وعطرا ومنا. وكؤوسا دافئة. وكؤوسا دافئة. فيما نخشى الكلمات. انها باب هوى. خلفية ينفذ منها. غذنا المبهم. فلنرفع ستار الصمت عنها. انها نافذة ضوئية منها يطل ما كتمناه وغلفناه في اعماقنا. من امانين ومن اشواقنا. فمتى يكتشف الصمت الممل. اننا عدنا نحب الكلمات. اذا هذه القصيدة من ديوان نازك الملائكة المجلد الثاني دار العودة بيروت 1997 صفحة 486 اذا مباشرة كما قلت لكم حينما اني كنلقى نازك الملائكة فكنعرف بان القصيدة مباشرة اما ستكون في تكسير البنية او لان نازك الملائكة شاعرة عراقية نادت بالتجديد فيما يخص القصيدة الحديثة اذا نمر مباشرة الى الاسئلة اكتب موضوعا انشائيا متكاملا تحلل فيه هذا النص مستثمرا مكتسباتك المعرفية واللغوية والمنهجية مسترشدا بما يأتي تأثير النص ضمن سياقه الثقافي والادبي وصياغة فردية لقراءته تكثيف المعاني الواردة في النص تحديد الحقول الدلالية المهمة في النص والمؤجم المتبطة بها ثم ابراز العلاقة القائمة بينها اذا نحدد الحقول المؤجمية ثم قد نحدد العلاقة القائمة بين الحقول المؤجمية رصد الخصائص الفنية للنص بالتركيز على البنية الايقاعية والصور الشرية اذا نجوش الخصائص الفنية هو البنية الايقاعية والصور الشرية ما تحديد وظائفهما خاتمة تركيب نتائج تحليل لبيان اثار تكسير البنية العربية في طور الشعر الحديث اذا قد ندوز مباشرة الى الاجابة الى هذه القصيدة اذا عناصر الاجابة تأثير النص دمنا سياقه الثقافي والادبي وسياقات فردية لقراءته الاشارة باجاز الى ما يأتي اخوان انا راني كتبت لكم المقدمة المقدمة ان شاء الله غادي تلقاوها في صندوق الوصف اولا غادي تلقاوها في الصندوق الخاص بالتعاليق غادي تلقاو فيه المقدمة راني كتبتها وراني حطيتها في المدونة مقدمة بصيغة يعني بالبي دائف غادي تدخلوه وتحملوها وتبقى عندكم وديما ترجعو تقراوها وتحفظوها تحفظوها يعني لانها في حالة ما انا تعطاكم تكسير البنية تكونوا انا حافظين هاد المقدمة دي اذا تكسيف المعاني الواردة في الناس اذا انا رجعتوا معايا للقصيدة غا تلقاو بانا نازك الملائكة شكدر شكدر كتساءل بشدة وبالحاح علاش علاش كنخاف من الكلمات علاش كنخاف من الكلمات ثم غا ترجو معايا مثلا للقصيدة باش نتشوفو فيما نخشى الكلمات وهي احيان اكف من ورود باردات العطر مرت عذبة فوق خدود وهي احيان كؤوس من رحيق منعش رشفتها ذات صيف شفة في عطش لاحظوا معي على ان نازك الملائكة تتساءل لماذا نخشى هذه الكلمات لماذا نخاف هذه الكلمات لماذا نهجر الكلمات فيما نخشى الكلمات ان منها كلمات هنا اجراس خفية اذا الكلمات هنا تتساءل الشاعر نازك الملائكة لماذا الخوف من الكلمات اذا تكتف المعاني الوليدة في الناس او بمعنى اخر سنخرجوا الافكار الاساسية اللي جات بهم الشاعرة في هذه القصيدة اعتقد بانا باش نخرجوا يعني الافكار الاساسية في تكسير اللي بني وجد رؤية فهما يعني ساهلين بزاف بالمقارنة مع الافكار الاساسية اللي كتكون عندنا في احياء النموذج وفي سؤال الذات اذا اللحظوا معايا شوفوا معايا هنا كيفاش اخستكم تجيبوا تجوبوا افران تساءل الشاعر بإلحاء عن دواعي الخوف من الكلمات وهي تنعيش النفس وتذكر بلحظات العمر المفعمة بالحب والاحساس بالحياة واقرارها بان اختيار ذات اللجوء الى الصمت بسببه التوجس من ان تكشف الحروف المتعطشة الى البوح والكلام والكلام اسرارها وفي تحول قوي لموقف ذات تدعو الشاعر الى كسر حاجة الصمت الممل وهجره وتعلن عن تصالح الذات مع الكلمات اذا في الاخير هذه الشاعر تدعو كافة الناس الى التصالح مع هذه الكلمات اخوان واحد الملاحظة ايضا ما كنش شي واحد فيكم اللي خرج شي امتحان وبالمعايير يعني المقدمة والتحليل دياله ودار الخاتمة وصفتها ليا في الانستغرام ونصحها معاه من غير واحد اعتقد حالة واحدة اللي كان صفت ليا داك الشي ولكن من داك الشي ما كانش باين راني راني قلت له تمنيت على انه يصور داك الشي يكون واضح طبعا وغدينصحه وان شاء الله غديندير فيديويات على كما قلت لكم في الحلقة اللي داز فيديويات على يعني هاد التصاور اللي غدينتوصل بها غديننشرها وغدينقول لكم مثلا ها فين كين الخطاء افين ما كينش الخطاء اشو مخصكش تدير اشو مخصكش تدير هاد الامور كلها اطرقت لها في الفيديو سابق لكن الى حدود الان ما كينش شي واحد الحقيقة اللي سيفت لديك شي اذا السؤال مو لتحديد الحق المعجمي اذا غن نحددو الحق المعجمية اذا الا قرتو معايا ورجعتو معايا القاصدة هتلقوا بان الحق ان النازك الملئيق قسمات القاصدة ديالها الى ججد الحق اللي هي اساسية لا حق لا تالتا لهما شنوهما الحق الدال على الذات اذا شكونا يعني ما ما هو ما هي المصطلحات الدالة على ان على ان الشاعرات تتحدثوا عن الذات اذا هدوم المصطلحات نخشى يتم تحدثوا عن 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 نفسها باقحم يعني صوت الجماعة نخشى اعمارنا نحن لذنا لم نشأ اسمح لم نشأ حسبنا نراه كبلنا لنا غدنا فلنرفع الى غير ذلك من المصطلحات الدالة على حقل الذات ثم الحق الموالي وهو الحق الدالة على الكلمات الكلمات هي اكف هي كؤوس هي اجراس كلمات الشفاء الالفاظ الاحروف الحروف انها باب هوى انها نافذة ضوئية الى خير ذلك من المصطلحات الدالة على الكلمات ثم قد طلب منا اعطاء العلاقة بين هذه الحقول اذا هي العلاقة اذا العلاقة نفور الذات وخوفها وتوجسها من الكلمات والانتهاء بالدعوة الى التصالح اذا هذه هي العلاقة والعلاقة بصغة اخرى فهي علاقة التكامل لان الحق الدالة على الذات يكمل الحق الدالة على الكلمات اذا فهما متكاملان ليس متضدان وانما منسجمان ومتكاملان طبعا اذا سنتقل الى رصد الخصائص الفنية للنصي البنية الاقاعية الاقاع الخارجي اول حاجة نبدأ بالاقاع الخارجي اذا خرق نظام السطرين واعتماد نظام الاسطر الشعرية المتفاوتة من حيث الطر والقصر اذا لاحظوا معي راه في البداية قلت لكم بان هذه القصيدة ينبنية بنظام الاسطر الشعرية وليس نظام الشطرين المتناظرين نعم اذا كما شرطت سابقا قلت لكم على انها تختلف من ناحية الطر والقصر مع تنوع القافية والراوي اذا القافية والراوي كما عاهدنا عليهم في إحياء النموذج ماشي هما ماشي هذك الراوي والقافية اللي عادنا عليهم في إحياء النموذج في سؤال ذات بأنهم كيكونوا راوي محاد وقافية محادة ففي تكسير البنية كسرنا تلك البنية التقليدية التي كانت في إحياء النموذج وفي سؤال ذات إلى بنية جديدة وشكل جديد إذن اعتماد شاعر وزن الرمل وهو من الأوزان الصافية شوف دائما دائما في سؤال ذات تكسير البنية البحور اللي كتكون فيها هي البحور الصافية البحور الصافية هي كتلقا الأوزان فيها كتكون يعني وزن واحد مثلا بحل فاعلات 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 وزن واحد يعني في السطر الأول يعني في السطر كله فاعلات 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 مثلا هذا هو ما اللي كنقصد به البحور اللي كتكون اللي اسميها البحور الصافية أو مثلا فاعل 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 مثلا دو هو والبحور الصافية عكس للبحور الأخرى مثلا من قلقا في الكامل كمنجمون في البحر المتكامل فاعل ما فاعل فاعل ما فاعل عكس البحور الصافية اللي كتلقاه بني على وزن واحد طبعا إذن وقد تم توزيع تفعيلة هذا الوزن فاعلات بشكل متفاوت على الأسطور الشعرية مع بعض التغيرات التي لحقتها اخوان انتما بلا ما تديرو سيديش لان انا عارفكم ما تغلطو في تقسيم البحر ديركم قولوا انتما بان اعتماد اعتماد الشعير وزن من الاوزان البحور الصافية فقط فهمتي ممكن تقسموا سيدي وقتا ما توزيع تفعيلة هذا الوزن بشكل المتفاوت على الاسطور الشعرية مع بعض تغيرات لا ما تشيروا للبحر لانه ليصعب عليكم انكم مش ديرو تقطع العروضي انا عارفكم بانه تطيرو تقطع العروضي وتعطو البحر اذا انتقلوا الى الاقاع الداخلي التوسل بكل من التكرار والتوازي لتوليد اقاعات موسيقية تحفل بها مقاطع النص الاربع تكرار النفس اللازمة فيما نخشى الكلمات اذا انك تلقى هاك تتكرر بزاعة فيما نخشى الكلمات فيما نخشى الكلمات مما يغني مستوى التناغم الاقاعي في النص الشعري اذا يضفي هذه المسألة ليهو تكرار هاك تكرار هاك هذه اللازمة هاك فهو كيدفع على القصيدة نوع من التناغم إذن التدفق الإقاعي بين السطر أسطر النص وتكسير نظام الوقفة العروضية تهدي ما كيلاش أنكم يعني تديروها يعني ما غدت هذا كانت طرع للناس اللي لمفهمها شو كنقصده بالوقفة العروضية وش كنقصده يعني بالسطر الشعرية وش كنقصده فوقشها للوقفة العروضية كتحبز فوقش كتمتد فوقش على حسب الدفقة الشعورية دي للشاعر فهمتي أنا كنقصدر الناس اللي ما عارفاش أما بالنسبة للناس اللي عارفها فهمها لا بأسها بذلك لأنه أنت شوه ما شي ضروري أنك يعني أنت دينات شي لا من رجل شرع عندك شي خطأ لا شي ضروري وإنما بحل دمامة الأشياء اللي كان عارفناه في البنية الإقاعية الداخلية فيها تكرار التوازيع أنتم ما تكرار تكرار بعض الأصوات والمدود بحلش بحل الفاء والقاف والدال والشين والراء وتكرار بعض الكلمات والعبارات فيما نخشى الكلمات وتكرار بعض الحركات حتى هي إذن ثم نحدد الوظيفة ديلا ولد الإقاعان الداخلي والخارجي في النص بني إقاعية سناء تتناغمت مع الانفعالات الشاعرة وحاسيسها ودفقاتها الشعورية إذن أيضاً أيضاً غاد نحط لكم الوظيفة ديلاً صور ديال الخصائص الفنية ديال كل من هي النموذج وديال سؤال ذات وديك سيبينيه وجذر وعيه غنحطه لكم تهي في الرابط التحسي ان شاء الله ثم غنتقلوا الى صور شعرية اذا توضيف صور شعرية مكثفة توضيف شعرة لصور شعرية مكثفة تضم مجموعة من الصور الجزئية المتفائلة فيما بينها وهي اكف من ورود اكف كف فيه صورة شعرية وهي كؤوس من رحيق هالكلمة هي كؤوس واش ممكن الكلمة تكون عبارة عن تكون كؤوس فلا يمكن تكون كلمة كؤوس هي اجراس خفية مجموعة انها تكون اجراس ديال كلها فهي صور شعرية استعملتها الشاعرة للتعبير عن توجستها واخوفها من يعني الحجرة ديال هذه الكلمات هذه اذا تستدفق عبر مساحة النص وتكسب النص مزيدا من الترابط وتماسق العضوي اذا توضيف صور شعرية غنية بالايهاء الايهاء تقوم على خاصية التجسيم والتشخيص مما يمنحها بعدا استعاريا تنازح تنزح وعفوة اسمح ليستنزح فيه عن الوظائف المعجمية اذا قطرت حسا وحبا اسمح وحبا وحياة نحن كبلنا الحروف الضامئة لم ندعها تفرش الليل لنا مسندا يقطر موسيقى وعطرا ومونة وكؤسا دافئة انها باب نوا هوا خلفية ينفض منها الى غير ذلك انها مهم الى غير ذلك من الصور الشعرية التي استعملتها الشعيرة وهي هنا فهي يعني ايحاءات على هجرنا وخوفنا من الكلمات بحيث انها تدعي لان نكون هناك تصالح مع الكلمات من اجل ابداع نصوص شعرية وابداع نصوص يعني كيفما ادبية بصفة عامة هذا هو اللي شاهدت لي هنا الشعيرة من خلال هذه القصيدة اذا غادي تقولوا لي شكرا شنو الفرق ما بين ما بين ما بين ما بين تكسير البنية وجديد رؤية انا انا شوف نقول لكم انا ركزوا على هاد شعرية غنية بالايحاء وان شاء الله ما زال غايجي الفيديو اللي هادين نحدد لكم الفرق ما بين تكسير البنية هنا غادي نعطيو الوظيفة ديال اذا وظيفة صور ايحائية وتعبيرية الوظيفة ديال صور الشعرية هنا هل هذه القصيدة فهي صور ايحائية وتعبيرية ثم التركيب الخلاصة تقويم قدر المترشي على تركيب نتائج تحليل وتمحيص فرد القراءة والاستمار مكتسبتها لبيان اثرت تجربة تكسير البنية في تطور الشعر الحديث وذلك بالاشارة الى مظاهر هذا التطور الذي يتجل في مستويات الاتية مستوى الاقاع اعتماد نظام المقاطع وخرق نظام الاشطر واعتماد السطر الشعري المتفاوت من حيث الطر والقصر والتوزيع في القافية والروي مستوى اللغة الشعرية اذا هنا اعطيونا الاختلاف لكاين ما بين تكسير البنية وباقي التجاهات الاخرى واني خصوصا التجاه الحياء اللمودج و익ي السؤادة على مساوا البنية الاقاعية على مساوا اللغة الشعرية على مساوا الصور الشعرية وعلم ساوا المضمون الشعري هذا ضروري تشير ل 음악 في الخاتمة ديال يعني مثلا ديال تكسير البنية وديال جيد الرؤية وكما تشوفوا معي الخاتمة فعلها ربعاء هي غن ندقوبها غن نخدمها بشكل مزيال باش هدر بعض النقاط نجيبها. اه وكانت من على انكم تخليوا لي نماديج ديالة عباد الله. واش انا كنطلب منكم انكم تخليوا نماديج نصحها ونعطيها لكم. اه ما عرف تشخوتي انا غير ما بوتوش تخدموا. قسمي لكم يمينا غير ما بوتوش تخدموا.